بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر التسنية ما زلنا في الإصحاح الأولاني مرة فاتت قدينا في المقدمة فكرة عن التوراة كتب موسى الخامسة وطبعا لازم أفكركم أنه فيه هجوم شديد على نسب الأصفار لموسى يعني طلع حاجة اسمها النقد العالي ونسب تدعي أن الأصفار دي غير منسوبة لموسى وإنما كتبت في عصور بعد موسى كلام ده الحياة ضد التقليد الكنسي وضد التقليد اليهودي وكل قدسين الكنيسة في العصور الأولى تأكدوا تماما وأكبر شاهد لكده أن المسيح له المقد نسب هذه الكتب لموسى النبي فيبقى كده فيه اعتراض على كلام المسيح نفسه كمان سفر التسنية هو آخر كتاب بيكتبه موسى في الشهر الأخير تقريبا من رحلة حياته على مشارف عبور الأردن عشان ربنا قال له أنت مش هتعدي يشوع هو اللي هيعبر العبور الأخير ويسكن الناس موسى النبي عاوز يراجع مع أولاده الألاف المؤلفة رحلة الأربعين سنة عمل الله الوعد والعهد اللي بينه وبين ربنا قيمة الوصايا اللي خدوها حياة التسبيح اللي يعني بيفقدوها كل شوية لما بيرجعوا للوسانية تحذيرات وبركات وفي الآخر ايه كلام فيه وداع لأنه عارف أنه ماشي فيعتبر سفر التسنية له روعة خاصة لأنه حاطت أساسيات العبادة اليهودية كلها اللي بيها كمان بنتفهم الليتورجية المسيحية وأسستها والعبادة في الفكر المسيحي واللي كمالة اللي عملها المسيح في العهد الجديد كمان له روعة خاصة بحكم أن اللي بيكلم عارف أنه ماشي فكأنه بيقول ما بين مذكرات وما بين توصيات وهو بيودع ولاده وبيودعهم برجاء الحياة الأبدية اللي يمكن ما كانسه واضح كفاية في ذهن اليهود لكن واضح جدا في ذهنية موسى النبي خدنا الجزء الأولاني من الصحي الأولاني وصلنا العدد 17 لما كان بيحكي لهم موسى النبي عن إزاي ربنا شجعوا على اختيار رؤساء ألوف ورؤساء ماءات ورؤساء عشرات وعرفاء وبعدين وصاهم التوصيات الإلهية قال لهم اسمعوا بين إخوتكم واقضوا بالحق بين الإنسان وأخيه ونزيله يعني مش الإنسان واخوه بس حتى الضيف حتى الغريب حتى النزيل العابر حقه زي حقك وده يؤكد أن ربنا دايما ينظر للبشرية كلها بشكل متساوي لأن البعض ساعات يتهم ربنا كأنه في العهد القديم كان متعصب لشعبه ده مش بين أبدا في النصوص بالعكس في تأكيد على حق كل إنسان لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء يعني وانت بتأخذ حكم قضائي لأن دول هيشتغلوا زي قادة أو قضاء على مستويات مستويات المحاكم الصغيرة والمحاكم الكبيرة فلا تنظروا للوجوه في القضاء يعني لما تيجي تقضي تحكم في قضية بين شخص وشخص مفرقش معاك الوش مفرقش معاك المنظر مفرقش معاك السلطة والجاه العدل هو العدل للصغير كالكبير تسمعون يبقى قدي حق لكل شخص حتى لو صغير يعبر عن مشكلته ويطالب بحقه وده طريقة ربنا ربنا يسمع للكبير ويسمع للصغير لا تهابوا وجه إنسان حكمة جميلة قوي أن كل مسؤول إن كان في الدنيا وإن كان في الكنيسة بالأولى لا يهاب وجه إنسان ودي مش ممكن الإنسان يوصل لها إلا لما يكون بيهاب وجه الله يعني اللي يخاف من الناس ما بيخافش من ربنا واللي بيخاف من ربنا ما بيخافش من الناس وبقدر مخافة الله في قلب الإنسان المؤمن بقدر شجعته وقرئته شوفوا بوليس الرسول يقف قدام سلاطين وولاه وأباطر ما بيخافش كل الأباء الرسل كده كل الشهداء كانوا كده الأنبياء في العهد الأديم كانوا كده ليه ما فيش خوف بيخافوا ربنا حي هو الرب الذي أنا واقف أبا ويطلع مين الإنسان ده مالك ولا مش مالك ما هو شوية تراب في الأخ لا تهابوا وجه إنسان لأن القضاء لله والأمر الذي يعصر عليكم تقدمونه إلي لأسبع يبقى موسى النبي مش بريح نفسه لا ده بحكمة إلهية وزع المسؤوليات ويبقى هو على قمة هذا الهرم اللي يقود الله له المجد من خلال وكيله موسى النبي فالقضايا الكبيرة اللي احتاروا فيها لازم يصعدوها المسنبي موسى النبي يقف بين الله وشعبه كشفيع وسيط العهد الأديم ويقف كمعلم يوصي الناس ويوصيهم من خلال العرفاء والقيادات اللي عندهم لأنه ما كانش فيه طبعا ميديا وفيسبوك وكلام ده فطبيعي لازم المسؤولين ياخدوا كل التوصيات ويحفظوها وكل واحد في دايرته يوصل لكن القضايا الكبيرة لازم يرجع فيها الربنا فتتصعد لي وده شكل رائع جدا لقيادة مجتمع ضخم يميل للعشوائية احنا في القرن الخمستاشر قبل الميلاد وطلعين بشكل يعني كانوا متبهدلين في مصر وعايشين في سينة في الصحرة ما فيش حتى حدود لدولتهم الوضع طبعا يعني كان صعب لكن النظام اللي حطه ربنا يؤكد الفكر الاداري المتحضر اللي على اساسه طلعت علوم الادارة والتخطيط والقيادة والقضاء والقانون كل ده لوم ارجعته في سفر التسنيم الأمر الذي يعصر عليكم تقدمونه إلي لأسمعه وأمرتكم في ذلك الوقت بكل الأمور التي تعملونها يبقى كتاب مغطي كل جوانب الحياة لأن ساعات البعض لما يقرأ في العهد الأديم يقول بس يعني فيه تفصيلات يعني ما تشغل ناس الناس دول مبتدئين وكل تفصيلات حياتهم عندهم أسئلة نخسل إيدينا إزاي ناكل إزاي ناكل إيه ناكل إيه زال أطفال فلازم ربنا يعلمه لما تسامينا وطلعنا للعهد الجديد بقى فيه مجال للحرية أعلى والقداسة والتطقيق أعلى الحرية أعلى لكن بحكم أننا بقنا أولاد ربنا وروح القدس ساكن فينا التزامتنا كمان بقت أعلى ثم ارتحلنا من حريب وسلكنا كل ذلك القفر العظيم المخوف الذي رأيتم في طريق جبل الأموري الجبل دي كانت شبه مهجورة وكان المشي في الصحراء غير آمن وكانت حياة يعني مخيفة فسمى القفر المخوف طب إزاي عدوا في البلاد دي عدوا بإيد ربنا بساترة ربنا يعني كل ما واحد فيكم يبقى عنده فترة عصيبة في حياته ويفتكر ده شعب كامل بدائي بسيط جدا ربنا مضلل عليه ومن هنا جاي فكرة عيد المضال مضلل عليه وساتر عليه وشايله زي الأب اللي شايل ابنه وإحنا بنتكلم في ستمائة ألف عائلة فإزان ربنا قادر بحكمته وقدرته إنه يأمن ولاده حتى لو القفر عظيم ومخوف كل واحد فينا في حياته قفر عظيم مخوف يعني فترة صعبة جافة مخيفة ما بين أمراض أو مشاكل أو ضيقات أو تجارب صعبة وبعدين كل ده على ربنا ياخدك من إيدك ويعديك الفترة دي سلكنا كل ذلك القفر العظيم المخوف الذي رأيتم في طريق جبل الأموريين كما أمرنا الرب إلهنا وجئنا إلى قادر برنيع فقلت لكم قد جئتم إلى جبل الأموريين الأموريين هم يعني جزء من الكنعانيين وقد يكونوا أكثر الشعوب انتشارا وقوة فساعات يتعالوا الأموريين على كل المناطق دي وساعات يتعالوا بالذات على المنطقة اللي جانب الأردن اللي هي صبقت دخولهم للأردن قد جئتم إلى جبل الأموريين الذي أعطانا الرب إلهنا بعدما غلبوا وسيحون ملك الأموريين وعج ملك باشان هذا الجبل الغني جدا بالخير لأنه كانت بلاد عمرانة كل ده بقى ملك للشعب اليهودي البسيط انظر انظر ده موسى بيكلم بلسان ربنا للشعب انظر قد جعل الرب إلهك الأرض أمامك بصوا كده الدنيا خلاص فتحت قدامك هاي ملوك أقوى منكو كتير قوي وبقوا تحت رجليكو يبقى ربنا فتح قدامك الدنيا انظر قد جعل الرب إلهك الأرض أمامك الوعد ده يا حبائي لكل خادم مخلص في أنه يحقق إرادة الله يقوم الكتاب يقول له بص ربنا فرش لك الأرض يلا دوس يلا تحرك ما تخافس هيجي بعد كده في يشوع يقول له كل موطئ تطأوا بطون أقدامكم يكون لكم يعني منما تدوس كده ده تبعك خلاص ايه ده ربنا بيقول ما أنا معاكم وانا عاوزكم تنشروا اسم الله وعاوز العالم كله يخضع لله والإرادة الله فانظر قد جعل الرب الأرض أمامك يعني الأرض مفتوحة وده كده ساعة نقول لولادنا الشباب الخدام احلاموا في الخدمة على كبير ما تحلاموا مش تحت رجليكم لأن ربنا بتاعنا كبير مش صغير ليه تفكر تبقى خدمتك قد كده ما تحلم ما انت عاوز كل الناس لربنا بدل انت مخلص وغرضك خلاص العالم حط طموحاتك في الدين ربنا الكبير قوي القادر الأرض كلها أمامك مين يقول واحد زال قديس بولس في عدة سنوات ياخد أنتاكيا ويطلع على آسيا ومن آسيا لليونان ومن اليونان لروما ايه ده احنا بنتكلم في بلاد بلاد عمالة تفتح مين يقول ماري مرأس يجي مصر وكانت فرعونية وحضارة وتتفتح مصر وتتفتح البلاد الغربية وتتفتح أفريقيا انظر قد جعل الرب الأرض أمامك خايف لكلام لموسى ولسه ما دخلوش الأردن ومعروف أن لسه جواها ملوك كتير وجيوش كتير بس هو ده معينة من وقت موسى ملوك قوية جدا انهارت تحت قدي انظر قد جعل الرب الهك الأرض أمامك اسعد تملك كما كلمك الرب اله أبائك كلام جميل او اسعد يعني اطلع لفوق لأن طبع الأرض في المنطقة دي غالبا فيها يعني منحضر كده يطلعون لكن اسعد دي معنى جميل كل ما تطلع لفوق كل ما توملك يعني في أيام الصيام الكبير احنا بنصعد حين يصعد العريس حين اذن يصومون فاحنا بنطلع ورا ربنا كأن دماغنا في السام خلاص مش عاوزين الأرض دي أي كلام في الأكل بقى والنوم والراحة لا لا احنا عاوزين نتغذى بربنا عاوزين نركز في ربنا اسعد وكل لما تصعد يحصل تتملك يعني يأتي ملكوتك يعني ملكوت الله داخلكم يعني تتمتع بطعم السماء تستقر أقدامك في السماء خلاص كده انت بقيت تبع السماء مش تبع الأرض وده منهج الصوم في الكنيسة الإبطية أن يصعدنا مع المعريس لنتمتع بالحياة السماوية وأن نملك معه فبيقول لموسى والموسى بيقول للشعب اسعد وتملك يعني كل لما تطلع في فوق كل لما يعني تملك أكتر وأكتر يبعى قدامك مشاكل لا لا تحترج لك المشاكل تحديات كل ده يتفك نفوس صعبة كل دي ترجع على ربنا خدمات لسه هتبتدي ومقال واسعد وتملك كما كلمك الرب إله أبائك لا تخف ولا ترتعب مين اللي بيكلم موسى بيكلم الشعب وبيكلمهم بلسان رجل واحد ودي حتة جميلة أو تلاحظوا في خطاب موسى وإحنا قلنا بقى في كلام كتير أوى عبارة عن أذات لموسى النبي أحيانا يخاطب الناس بلغة الشخص انظر اسعد تملك متخبش تبدأ قدامك ألاف أيما هم كلهم في نظر الله كيان واحد جسد واحد كنيسة كلها جسد للمسيح فالخطاب اللي يقول المسيح لكل واحد فينا هو أيضا خطاب جماعي لأننا كجماعة مؤمنين مقدسين بالروح القدس أعضاء في جسد المسيح ولاد معمودية واحدة لنا كيان واحد مشترك وأحيانا تأتي لغة الخطاب بالكسرة يصعدوا دوروا ارتحلوا يبقى هنا الكلام أحيانا بالمفرد وأحيانا بالجامع لأن كل واحد فينا لازم ياخد الكلام على نفسه وكمان احنا على بعضينا في نحية كده لترجيا نسميها يعني عمل الجماعي وشركة جماعية في الصلاة والعبادة والخدمة لغاية ما نروح السم أنزق دي بلاد ما بتتغلبش وأن دي أراضي صعبة قوي وأن دي مش ممكن نعرف ناخدها ما تخافش أنت ليه بتبص القوة البشر والمشاكل ما تخافش مش ربنا في ظهرك ما تترعبش كده والرسالة دي مكررة جدا من ربنا الكل اللي بيشتغلوا معها تلاقيها في أشعية وتلاقيها في أشوع وتلاقيها في أرمية وتلاقيها في أشعية إيه دا ما تخافش ما أنا معاك تحرك بس ما تخافش إحنا نحتاج هذا التزجيع المستمر لا تخاف لا ترتعب مش لأنك أنت بزاتك قوي ولا لأن العدو اللي قدامك ضعيف لا لأن ربنا معك فتقدمتم إلي جميعكم بيحقلهم بأله حصل زمان وقلتم دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا لنا الأرض ويردوا إلينا خابرا عن الطريق التي نصعد فيها والمدن التي نأتي إليها لما ابتدوا السكة خالص وعدوا بحر الأحمر وابتدوا ينزل المن والمية من الصخرة وبعدين كان السكة ممكن تاخد كلها شهر ويوصلوا كانعان مثلا قالوا لا بص احنا خايفين نبعد جواسيس يشوفوا لنا الأرض دي شكلها دي ذكريات المرحلة اللي قبل كده ومسا دلوقتي خلاص على مشارف الأرض لكن بيحقلهم اللي عملوا أهياليهم زمان لأنه أغلب الأهالي الكبار دول كانوا مش فبيقول قلتم دعنا نرسل رجالا قدامنا ليتجسسوا لنا الأرض ويردوا إلينا خبرا عن الطريق التي نصعد فيه والمدن التي نأتي إليه فحاسن الكلام لديه طبعا واستأذن ربنا قال له ماشي لكن بصوا اقتراح الناس مصبطيب تخذوا ببساطة وقالت ابو مال من طم منهم ما يروحوا يتجسسوا هنا بمعنى يروحوا يشوفوا بالزبط المحطة الأخيرة دي شكلها عشان يشجعوا الناس موسى خدها من ناحية تسجيع الناس عارفين لما العذر قام من القبر وحكالنا عن القوة القيامة ده تسجيع لنا كلنا الحصر للعذر هيحصل لنا فلما بيجي حد كده قائم من الموت يقول لنا ده بيشجعنا يبقى احنا لما نموت هنقوم كمان وطبعا على رأس القمة ربنا يسوع لكن موسى ببساطة قال طيب نطمنه انما هم مش كده هم واخدينها من ناحية عدم ايمان احنا جدرانا ربنا هيغرقنا يودينا بلاد يقطعونا احنا فهم بيبعثوا الجواسيس بنية غير نية موسى النبي موسى النبي الراجل حاطر نطمنكم عاوزين تعرفوا انه في الاخر النهاية حلوى نقولوكم لكن هم بعتين عشان يرجعوا يقولوا لهم لا 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 ده الموضوع صعب اوي وده اللي حصل فبقى مشوار الجواسيس ده يعني جاب مشكلة وده احد اهم المشاكل اللي خلتهم يتعطلوا اربعين سنة نفسين لانه ربنا زهل انتو مش مصدقيني بعد كل اللي حصل بعد الفصح بعد العبور بعد المية والمن بعد عماليق لسه بتقولولي هتاخدنا على فين دي يبقى هذا الجيل ما يستحقش يوصل بسبب عدم الايمان حسن الكلام لدي فاخذت منكم اثنى عشر رجلا طبعا خد راحت عن كل صبت عشان برضو ايه يبقى فيه شهود لكل الاصباط رجلا واحدا من كل صبت فانصرفوا وصعدوا الى الجبل ده الروح وضربوا المشوار بقى فقال من شهر وقاتوا الى ودي اشكول من جوه كنعان وتجسسوا تجسسوا يعني ايه يبتدوا يبصوا الدنيا شكلها ايه والظروف شكلها ايه واخدوا كمان حاجات من الارض عشان يرجعوا يقولوا لهم ادي شكل الارض اللي رايحين واخدوا فيه ايديهم من اصمار الارض ونزلوا بيه الينا وردوا لنا خبرا وقالوا جيدة هي الارض التي اعطانا الرب الينا جات الاخبار ايه من ناحية الارض مفيش احلى من كده جايبين بقى ايه عن ايد عنب ورمان وحاجات تقيلة ما شوفواش عمرهم في مصر ما ده يقول ان الارض دي سخية جدا انما عشرة من الاتنشر قالوا ايه قالوا الارض ده حلوة قوي والناس صعبة جدا ولا يمكن هنغلبهم وكنا في اعيننا كالجراد وكذلك كنا في اعينهم يعني احنا عاملين قد كده احنا شايفين نفسنا قد كده هم كمان شايفيننا كده هم طبعا مش فهمش خالص مش فارق معاه لكن لما تبص لنفسك انك صغير قوي ده عدم ايمان ليه فين ربنا ما انت صغير لوحدك اه بس مش معاك ربنا تبقى كبير قوي فازاي تبص البصة دي فهنا اللي حصل انه على قد ما رجعوا باخبار الارض حلوة فعلا واحلام بقى جميلة قوي ارض تفيد لبنا وعسلا على قد ما عدم الايمان تضاعف لان قالوا دي شعوب صعبة حكاية التجسس للارض دي بعض الابا اخدوها بمعنى روحي جميل ايه رأيكو لو جلنا واحد من السماء يحكي لنا مستنينا ايه هتقولوا يا ريت صحيح طيب ما الحياة هو ده اللي بتعمله الكنيسة معانا كل يوم هو السنكسر بتاعنا ده عبارة عن ايه واحد من السماء خلص رحلته على الارض دخل النعيم الابدي بيقول لنا السماء حلوة ايه فكل يوم عندنا عيد لناس مننا مننا من جوة الكنيسة دخلوا السماء دول بلغة بس بالمعنى المضبوط جواسيس بمعنى ايه دول بيقولوا لنا شدوا حلكوا السماء حلوة اوي كملوا جهاتكم ده الموضوع جميل جدا في السماء ده ما فيه ده الارض لا تقارن بجمال السماء يبقى وضع السنكسار والقديسين واليوميات الكنيسة اللي من ولدها سبقوا ودخلوا للاكالية لان كان اكالية الاستشاد واكالية الرسولية واكالية الجهاد كل ده بيحفزنا وينقول ايه تم الارض حلوة ايه الارض بتاعت السماء يعني وعشان كده على طول بعد السنكسار تلاقوا الكنيسة كلها همت وقالت اجيوس يعني ايه يلا نروح السماء ونسبح مع الملائك لكنكم لم تشاؤوا بعد حكاية الجواسيس اللي حصل الشعب كله بقى ايه رجع الوار وقال لموسى انت خركتنا تغرقنا لا حصلنا قاعدتنا في مصر ولا هنوصل لكنعان ودينا كده في الصحرة الغبرة دي انت حوستن فلم يشاؤوا بسبب العشرة الملاخبطين اللي لاخبطوا معادة اتنين كويسين من الاتناشر يشوع وكالب لم تشاؤوا انتصعد وعصيتم قول الرب الهكم ربانا عيل من الاول اطلعوا وانتوا حكاية الجواسيس كنتوا عاوزينها للتأكيد ربانا سامح بيها لكن ما جابتش تأكيد جابت تشكيك ليه لان انتوا بعدتوا ناس غلط بعدتوا ناس ما عندهمش ايمان وثقة زي اللي يقف يعلم الناس وهو ما عندوش ايمان فربانا ما عندوش ثقة طب اللي ما عندوش ثقة هتقول للناس ايه خافوا وترعبوا ما كنتش انت عايش مع ربنا ووثق فيه ايه اللي هتقوله للناس وطمرمرتم في خيامكم يعني ايه اشعتوا المزمة والمرارة وبقت الناس عمالة تندب حظها وتتحصر على روحها في الوقت اللي ما فيش حاجة حصلت وحش ده كل حاجة ماشي حل ساعات فيه ناس كده تلاقيها المؤخذة في التعبير نكادية تمرر العيش تبقى كل حاجة شكلها حل وبعدين يقولك ده هيحصل وهيحصل يا حمامة كل حاجة حلو ليه التشاؤم ده ليه النظر السوداء ده ده عدم ايمان طبعا فهما قاعدين في الخيام بقى ايه يتحصروا على روح موسى ده غرقنا ياريتنا ما طلعنا وراه واحنا كده هنموت في البرية الصعبة دي وقلتم الرب بسبب بغضطه لنا قد اخرجنا من ارض مصر بصوا بقى لما الناس دماغة تتلوح شمال كده وده موجود لغاية دلوقت هو ربنا خرجهم من ارض مصر ليه بيحبه بزراعا رفيع بيد قوية خرجهم اكراما لبراهيم وسحاق ويعقوب يبقى خرجهم ده بغضة ولا حب حب هنا التفسير طلع ايه قالوا الرب بسبب بغضطه لنا اخرجنا من ارض مصر يا سلامي انتم كنتم مرتحين في مصر شفوا لما الناس تقلب الموازين واحد يجي يقول ايه ربنا بيكرهني بيكرهك تبو خلقك ليه لو بيكرهك وسيبك تاكل وتشرب ليه لو بيكرهك وبتتنفس ليه لو بيكرهك وعايش من اساسه ليه لو بيكرهك وسيبك تنجح في حياتك ليه وسيبك تغلط عكس اردته ليه لو بيكرهك يقولك بسبب بغضطه دخلني في مشكلة اولا المشاكل انت اللي بتجيبها لكن الرحلة اللي انت ماشي فيها ده بسبب حبه مش بسبب بغضطه لكن الشيطان لما يلعب في الدماغ يخلي الناس تعكس الامورين يهلككم الى اين نحن صاعدون يعني واخدنا على فين يا موسى وعدين بقى ينقضوا ويشككوا وهنا احب بقى يحذروا من التشكيك في قيادات الكنيسة عموما في ناس تحب بتشكك بعضيها عشان يخدمنا في سكة كده كلها يعني كلام بشري احنا قائد الكنيسة ربنا سوع رئيس الكهنة الاعظم وكلاء ومناء المجمع المقدس وعلى رأسهم قدس البابا دول وكلاء عنه لكن قائد الكنيسة وراعيها ورأسها المسيح فاللي بيشكك في الوكلاء زي اللي شككوا في موسى ده عقابه صعب فبلاش نمشي على هوى الناس اللي غوية تشكك شككوا في البابا كرولوس وشككوا في البابا شنو ده وشككوا في الاسقفة وشككوا في قدسين النهاردة الكنيسة بطلعهم قدسين وتعترف بهم قدسين الى اين نحن صعدون قد اذاب اخواتنا قلوبنا يبقى هما مركزوش على الرسالة المشجعة اللي بتقول ايه ده الارض حلوة اوي ده الزارع بيطلع لوحده ده الخير كتير اوي ده الرسالة الحلوة بس الناس صعبة اوي وطويلة اوي وضخمة اوي اذاب اخوتنا قلوبنا قائلين شعب اعظم واطول منا مدن عظيمة محصنة الى السماء وايضا رأينا بني عناق بني عناق دي زي ما تقوله ايه يعني رأبتهم طويلة شوية فشكلهم يخو انت بتسمع انهي صوت الصوت اللي يقولك السماء حلوة اوي مستنياك ولا الصوت اللي يقولك ده سكة ربنا صعبة ملاش لازمة مع الصوت الاولاني دي دعوة المسيح وكل القدسين السماء جميلة ومستنياك والارض مستنياك تسمع صوت واحد يقولك دي صعبة دي مستحيل تمسي في سكة ربنا ده الباب طلق دايق اوي حبيبي الباب دايق بس مع ربنا بيطلع سهل اوي ماهو كانت الرحلة بسينة شكلها يخوف انما مع الميا اللي نزلة ببلاش والاكلب وبلاش والرعاية ببلاش يبقى ما بقتش دايق اوي يعني مدن عظيمة محصنة الى السماء بصوا المبلغة بقى المدن حصينة لغاية السماء وفيه صور بيطلع للسماء ايوة كان صور اريحة عالية شوية لكن التهويل والتطخيم من اجل الارهاب ليه كذا ما تقول فيه مشكلة بس ربنا يحلها وفيه ناس مش سهلة لكن ربنا معانا مدن عظيمة محصنة الى السماء وايضا قد رأينا بني عناق هناك فقلت لكم لا ترهابوا ولا تخافوا منهم ليه تخافوا الرب الهكم السائر امامكم هو يحارب عنكم تعبير ده كان بيقوله موسى كتير على فكرة وتكرر في الاصفار بعد كده في الانبياء الرب الهكم اول كلمة الهكم ده ربنا بتاعكم السائر امامكم دي نعمة كبيرة اوه ما هو ماشي قدامنا وعمود النار وعمود السحاب قال انا مش هشتغل معكم هو يحارب عنكم وعندهم خبرة قبل كده مع المصريين شافوا ازاي ربنا حارب عنهم فلما جم يحتحركوا في سينة وبصوا لقوا الاموريين صعبين او كان عن فيها ناس طويلة وعريضة قال لهم ايه الجديد الرب الهكم السائر معكم هو يحارب عنكم زي واحد يقول ايه انا عندي مشكلة بس تفرق ايه المشكلة دي عن مشكلة من سنة ولا اتنين ولا عشرة ايه مشاكل بس كل مرة ربنا يمشي قدامي ويفكه ويحارب عنه تعبت شوية لكن كله بخيدة حسب كل ما فعل معكم في مصر امام اعينكم ضروري الواحد يتذكر عمل الله واحساناته عشان يسند نفسه في مرحلة جديدة هو ربنا سابك حبيبي لا طبعا يعمل كده ليه اللي ما سابكش مش هيسيبك وكما كان هكذا يكون لغاية ما توصل للسم وفي البرية حيث رأيت كيف حملك الرب الهك كما يحمل الانسان ابنه بسه بقى موسى بيحكي يقول ايه قال لهم ده ربنا شالنا زي الاب اللي شايل ابنه كده في حضنه يبدو موسى مثلا هو ماشي جوه البحر وشايف اب شايل العيل صغير بتاع سنة سنتين فجيب باله التشبيه الجميل ده كل الشعب ده عامل زي الطفل وربنا اب هو اللي شايله عشان مش قادر يمشي على رجلين فقال لهم بصراحة ده ربنا بتعامل معانا زي الانسان اللي شايل ابنه في البرية حيث رأيت كيف حملك الرب الهك كما يحمل الانسان ابنه في كل الطريق التي سلكتمها ما اجمل الاحساس انك من ساعة ما تصحى لغاية ما تنام وانت متشال وإلى الشيبة انا احمل وإلى الشيخوخة انا ارفع يعني ايه مالهاش كبير دي ربنا انا شايل ولاته زي العيال الصغير بس هما ما كانوش شايفين كده موسى شايف كده فحاسس انها فسحة جميلة وانها رحلة ممتعة وان كل احداثها زي المغامرة المسلية مش حاجة مزعجة ولا حاجة ليه ما انا متشال في الاخر مين يقدر على بويا وفي البرية حيث رأيت كيف حملك الرب الى كما يحمل الانسان ابنه في كل الطريق التي سلكتم وحتى جئتم الى هذا المكان ولكن في هذا الامر لست مؤثقين بالرب الىكم ده في اول سنة حصل الكلام ده لما رجعوا الجواسيس وبلبلوا الناس والناس اعتردت على موسى وفضل يشع وكالب يقولون ما تصدقوا هومس ما احنا جربنا ربنا وشفنا عظامته هنغلبهم طبعا والارض مستنيانة حسب وعد ربنا يشع وكالب في كفة وعشرة في كفة تاني والعشرة وراهم بقى الغالبية العظمة قال لهم في هذا الامر لستم مواصقين بالرب الهكم يترف حياتك في امر معين ما عندكش ثقة في ربنا فيه فيه موضوع معين بتحس انه ما ينفعش ربنا يدخل فيه مثلا قول لي كده اي موضوع يختول لك على بال ليه ما يتحطش عند ربنا ليه ربنا ما يتدخلش فيه تغيير اي انسان ربنا يعجز تغيير اي ظروف حل اي مشكلة شخصية او عائلية او اجتماعية او وظيفية فيه حاجة ممكن ما تتحطش فيه ربنا انتوا ليه مش وثقين في ربنا في هذا الامر فيه ناس عندها امام بربنا في حاجات وتقولوا لا رب معلش الحاجات دي مش تابعك او انت مش قدها طب عايب حد يقول ربنا الموضوع ده انت مش قده حتى تغيير قلبك يمكن قلبك قاسي او فيه مشكلة كبيرة مزمنة طبعك صعب طب وهي الصعوبة عند ربنا ثق في هذا الامر وحطه قدام ربنا يا رب انا في حاجات اعجز ان انا غير والايام كلها والسنين بتقول انها ما بتتغير لكني واثق ان هذا الامر ايضا انت لك فيه سلطان السائر امامكم في الطريق ليلتمس لكم مكانا جميل التعبير ده هو ربنا ماشي اصادك ليه يا شعب عشان يسكنك في الاخر دراعي صالح يفضل ماشي عشان القطيع يمشي وراء لغاية ما يرتاح ويتسكن ويتفل عليهم باب السائر امامكم في الطريق ليلتمس لكم مكانا مكان الراحة بتاعنا السامة مكان الراحة بتاعهم كان كان عنه ففضل ماشي اصادهم لغاية ما تسكنوا لكن طلعوا في الاخر مسكنين في ارض فيعني مش مستهلة ده كل انما لما المسيح جاء لنا لا لا انا معاكم بقى وقدامكم لغاية ما تدخل السامة يفضل ماشي اصادنا عشان كده المسيح الحقيقي يتحسس طريقه وراء المسيح يتلمس حضور المسيح يقول مع داود النبي جعلت الرب امامي كل حين مامشيش خطوة غير لما يمشي اصاده طب يمشي اصادك ازاي اقول له يا رب امشي اصادك بسيط اين لم يسر وقهك امامنا فلا تصادنا منها مش هتحرق غير وانت واضح اصادك هتيجي بالمزامير والصلاة والعشرة مع ربين السائر امامكم في الطريق اللي يلتمس لكم مكانا لنزلكم في نار ليلا ليريكم الطريق التي تسيرون فيها وفي سحاب نهار يعني في الوقت دا كان عمود النار الناس شايفا يعني عيب قوي ان هم يغلطوا في ربنا ويستضعفوا وعمود النار ما سبهمش وييجي بالنهار يبقى عمود سحاب النار بالليل تنور فعملالهم زي سهاري كده على كل معسكر اليهود شايفين عمود النار ما بيطفيش والصبح شايفينه عمود سحاب عمود سحاب دي حاجة تعجيبة السحاب ما كانوا كده يمشي كده لكن عمود سحاب ماشي كده حاجة فوق الطبيعة طب يبقى فيه حاجات فوق الطبيعة واضحة في حياتنا وبعد كده نتشكك ما لناش حق السائر أمامكم في الطريق ليلتمس لكم مكانا لنزلكم في نار ليلا وفي سحاب النهارا ليريكم الطريق التي تسيرونا فيها وسامع الرب بصوت كلامكم فصخت وأقصى ما قائلا زعلت ربنا قوي أنه بعد العبور بعد المعمودية وبعد الفصح بعد الفداء وبعد المن بعد التناول وبعد المية بعد الامتلاق بالروح القدس بعد كل ده تعملوا كده تفقدوا إيمانكم تصغروا قدام الظروف تتشككوا في ربنا تقولوا نرجع مصر تاني زعل بقى سخطة وغضب وأقصى ما قائلا لن يرى إنسان من هؤلاء الناس من هذا القيل الشرير الأرض الجيد التي أقصمت أن أعطيها لأباء في ناس ما بتحبش تسمع خالص كلمة ربنا يسخط أو يغضب أو يتوعد أو ينزر أو يعاقب بس دي الحقيقة الكتابية هو لما الواحد ياخد النعم ويتعمد وياخد الميرون ويدوق الميدى السماوية الأفخارستية ويتملي بالروح القدس وبعد كده يسيب المسيح أنت متوقع يحصل إيه؟ أقسم الرب هنا أنه إيه؟ مش هيشوفوا الأرض الجيدة ما يدخلوش كنعان ليه؟ بسبب عدم الإيمان بسبب الإخباط اللي عملوها دي كلها العند الفضيع أسوة القلب أنه كان بيترجاهم اليوم إن سمعتم صوته إيه؟ لا تقسوا قلوبكم سخط وأقسم قائلا لن يرى إنسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لأباكم ما عدا كالب ابن يفن أو يفن هو يراها وله أعطي الأرض التي وطأها ولبنيه لأنه قد اتبع الرب تمام لسه يذكر يشوع شوفوا بقى لما يكون واحد من عشر بس ماسك في ربنا ربنا يبصله بإعجاب يعني كالب ما أسهل إنه يمشي على هوا العشرة ويقول زيهم ما هو دايما الناس تمشي وراء الغالبين لا كالب ده كان شخص مستقل وقال لهم الكلام ده غلط ربنا معانا وهنغلب هو قال كده وشوفناه بيعمل كده وكالب تعني القلب فالقلب الواثق فربنا مستقل الناس كلها ماشية في سكة وهو في سكة تاني وهو ده اللي عاش وعمر وهو ده اللي ولاده ورث وفعلا الأراضي بتاعت يهوزة بالذات لأنه من صبت يهوز يعني هنا كالب كان شخصيا مهم لأنه قد اتبع الرب تماما وعليا أيضا بيحكي موسى غضب الرب بسببكم فالظروف دي بقى من كتر استفزاز الشعب فمرة الشعب عمل أزمة تاني على الماء وموسى كان متعود الشعب يعمل الأزمة وربنا بيسطر والماء بيتيجي إنما استفزوه بزيادة قوي فراح عند الصخرة بدل ما يكلمها لأنها خلاص جاهزة تطلع ما هي أمرزع رزعتين كده على الصخرة وقال لهم أيها المرضة من هذه الصخرة نخرج لكم معا يعني عنف كده وانفعال ربنا قالوا نزعل ليه الصخرة دي أنا تتكلم قدامي كده تنفعل الانفعالات دي أنت كنت حليم شوفوا الغضب بقى لما يلخبط الدنيا شوفوا موسى الحليم جدا لكن غضب وغضبة وحشة والغضبة دي ربنا زعلته ليه أنت بتغضب في حضوري أنت فين الاحترام فين الخشوع ولا من كتر المعجزات كرامة الأداس وكرامة حضور الله راحت من قدام عينك فهنا يقول علي أيضا غضب الرب بسببكم هم طبعا مستفزين جدا وبسبب الاستفزاز هو طلع عن شعوره برضو قائلا وأنت أيضا لا تدخل إلى هناك برضو الأباء قالوا ايه طب ده موسى يا رب معلش وربنا أصد أنه موسى ما يدخلش عشان موسى ما ينفعش هو اللي يدخلنا أرض الراحة هو كرامز للقيادة والبيشاور على المسيح لكن اللي يدخلنا الراحة يجي واحد تاني شبه يسوع اسمه يشوع هو يشوع ويسوع في العبري واحد فربنا بخطته حسابها كده أنه اللي يدخلهم يبقى اسمه هو زي يسوع بالضبط ده اللي يسكنهم الأرض عشان يباني أن موسى مهما كانت عظمته ده عمل مأمورية كالترخير وخلص لكن هو مش ربان مش المخلص فموسى أدرك ده عشان كده ما بقاش منزاهك لما قاله تعالى الجبل يعني تموت عندي كان فرحان أنه خلص رسالته وكان كل اللي فارق معاه يسلم يشوع ويطمن أن الشعب يعبر وعرف أنها في الآخر أرض طلعت أكبر من كده جاي هو السماء وعشان كده حضر التجلي في العهد الجديد احتفالا بالعرض الأفضل والوعد الأفضل الحياة الأبادية والسماء علي أيضا غضب الرب بسببكم قائلا وأنت أيضا لا تدخل إلى هناك يشوع بن نون الواقف أمامك هو يدخل إلى هناك شدده لأنه هو يقسمها لإسرائيل بصوا كمان حكمة إلهية أنه مهما كان واحد ناجح ربنا يقول له اللي بعدك يكمل واللي بعدك تسلمه مظبوط وهو يعمل اللي أنت ما عملتوش لأنه ربنا يحب كل عياله يبقوا متواضعين لأنه أي واحد بيحب ياخد برضه الإنجاز لنفسه أما يقوله موسى خدهم ووصلهم لأ هو خدهم مطلعهم بس يشوع وصلهم طب وماله ربنا له حكمة في كده عاوز يقوله كل خادم فينا خد الناس وراء المسيح ومشي وسلم لللي بعدك يكمل لغاية ما يدخلوا السام لكن مش لازم تعمل أنت كل حك قال له يشوع الواقف أصادك الواقف أمامك زي معناها إيه تلميزك شارب من روحك اضبار مكزيك اتعلم منك هو إيه اللي يسكنهم في الأرض شددوا لأنه هو يقسمها لإسرائيل مجدا للثالوسة الأقدس ناخد آية وحدة بتقول الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم هتلاقوها تسنية واحد تلاتين الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم أقولوا معايا الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم تفضلوا صلو اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات قدس اسمك تكون مشئتك كما في السماء غبزانا كثافنا عطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شاركت موهبة وعطيت الروح القدس تكون مع جميعكم امضو السلام سلام ربياكم